السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه واستغفره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبابي الكرام سؤال يدور في كل نفس مسلم ومسلمة إزاي أكون سعيد في حياتي مع الله أخي الكريم أخت الكريمة كيف نكون سعداء في حياتنا مع الله سبحانه وتعالى أولا نتعرف على معنى السعادة إيه هي السعادة أحبابنا الكرام السعادة عبارة عن شعور داخلي بيشعر به الإنسان هذه السعادة بتشعرها أخي الكريم أخت الكريمة في سكينة النفس وانشراح الصدر وراحة الضمير وطمأنينة القلب حس أن قلبك مطمئن كده وصدرك من شرح وفي سكينة كده في نفسك وينتج عن هذه الأشياء أحبابنا الكرام أنه بيظهر عليك في سلوكك وانفعالاتك وعاداتك فهذا السلوك الحسن يظهر على باطنك يظهر على ظاهرك فأنت من داخلك رادي ونفسك مستكينة وهدئة وعندك راحة للضمير فحينما تجد الباطن جميلا فتجد الظاهر جميلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل باطننا وظاهرنا حينما يتحرك في داخلك الإيمان وتشعر أنك إنسان سعيد أخي الكريم أخت الكريمة السعادة ليست في المال فقط هذا المال قد يكون عنصر مهم في سعادة الإنسان ولكن المال وسيلة وليس غاية فهناك قواعد في حياتنا أخي الكريم أخت الكريمة ومصالح حياتية في حياتك لابد أن تهتم بها كي تنظم حياتك وترتب حياتك وتكون حياتك سعيدة من هذه المصالح الاهتمام بالنفس والعقل والمال والنسل والدين نأتي بعد ذلك إلى أن السعادة عبارة عن مرحلتين أحبابنا الكرام في سعادة دنيوية هذه السعادة الدنيوية حينما تكون سعيدا في هذه الحياة الدنيا وتكون إنسان راضي وإنسان قنوع وسعيد من داخلك هذه السعادة سوف توصلك إلى سعادة الآخرة والسعادة الأخروية هذه هي السعادة الدنيوية إنها سوف توصلك إلى سعادة الآخرة أما هناك في سعادة أخرى أحبابي الكرام وهي السعادة الأخروية وهي السعادة في الجنة نسل سبحانه وتعالى أن يسكن الجنة وهي سعادة أبدية أهل الجنة أحبابي الكرام يدخلون الجنة ينعمون ولا يبأسون نعيم دائم أحبابنا الكرام هذا النعيم نتاج ونتيجة لما كنت تفعله في هذه الحياة الدنيا فاعلم أخي الكريم أختي الكريمة أنكم مستخلفون في هذه الحياة الدنيا ومطالبين بإعمار هذا الكون وتحمل المتاعب والمشاق في سبيل الله فكل ميسر لما خلق له الصانع في مصنعي المعلم في مدرسته المهندس في مشروعي الطبيب في عيادته ومستشفاه العالم في مكتبه كذلك أحبابنا الكرام كل هؤلاء الناس حينما يخلصون العمل لله سبحانه وتعالى ويردون خدمة البشرية فيتعرضون للمشاق والمتاعب وعناء الدنيا ولكن الله يبشرهم بأنهم سوف يدخلون جنات تجري من تحت الأنهار فحينما يدخلون الجنة يكونون من السعداء والسعيد من دخل الجنة ونعم بما فيها من النعيم المقيم ثم نأتي بعد ذلك أحبابنا الكرام كيف أكون سعيدا هذا سؤال يطرح نفسه وكل واحد بيسأل نفسه وبيبحث عنه إنه يكون سعيد كيف أكون سعيد فأول حاجة لابد أن تحفظ على الصلوات الخمس في جماعة هذه الصلاة هي الصلة بينك وبين الله تمسك بها أخي الكريم أختي الكريمة وهي حبل الله المتين فالصلاة فيها نجاتك وفيها صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى فالله يحب عبده الطائع المصلي له وحينما تصلي لله سبحانه وتعالى حين إذن تجد السعادة وكان النبي محمد صلى الله يقول وجعلت كرة عيني في الصلاة يعني أحب شيء للنبي صلى الله كان في الصلاة ويقول ربنا سبحانه وتعالى وازجد واقترب أي أن أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد فحينما تسجد وتدعو الله سبحانه وتعالى وتحس بالكرب لا تشعر بالسعادة أخي الكريم فالسعادة في قيام الليل السعادة في المحافظة على الصلوات الخمس هذه تشعر بالكرب من الله سبحانه وتعالى هذه السعادة لا تشعرها في المال أو الأهل أو الأولاد أو زورة سعادة من معنى خاص ومعنى آخر مختلف ألا وهو الحب في الله وحب فرائد الله سبحانه وتعالى وحب طاعة الله سبحانه وتعالى حينئذ يكون إنسان قريب من ربه إذا سأله فالله سبحانه وتعالى سوف يعطيك كل ما تتمنيه كذلك لكي تكون سعيدا لابد أن تلح على الله بالدعاء واستمر أخي الكريم في الدعاء لله ولح عليه وابكي بين يد الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة وتضرع عليه واشكو إليه حالك لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك ولله المثل الأعلى أحبابنا القرام لما يكون الطفل أو الطفلة يردون شيئا من أبيهم أو أمهم فنجد أن هذا الولد أو هذه البنت كثيرا ما يلح على أبوه أنه يفكر أنه يجيب له هذه الهدية أو هذا المبلغ أو يعطيه هذا المبلغ فدايما حينما يدخل أبوه أو يخرج أو أمه تدخل أو تخرج يطلب منهم بإلحاح شديد فالأب لكي يستريح من إلحاح ابنه أو الأم لكي تستريح من إلحاح ابنها فما كان منهم إلا أنهم يعطوا لهذا الإبن والله المثل الأعلى حينما يلح الإنسان على الله ويقف في باب الله فاعلم أخي الكريم إذا أدمت ودومت على ترك أبواب الله فيوشك أن يفتح لك هذا الباب والله يستجيب دعوتك كذلك من السعادة الحفاظ على الورد القرآني لابد أن يكون لك ورد قرآني تقرأ أخي الكريم ما تيسر لك من القرآن قد من الناس من يقرأ صفحة أو مثلا جزء أو جزئين أو يختم القرآن في أسبوع أو نصف شهر أو شهر كل حسب استطاعاته أخي الكريم لكن لابد أن أنت تعمل ورد دائم لكلام الله سبحانه وتعالى بأن حينما تكرأ القرآن اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلمك بأغلى كلام وأحسن كلام وأفضل كلام ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن القريم واستشعر أخي الكريم استشعري أختي الكريمة أن الله هو الذي يخطبك ويوجه إليك الأوامر ويوجه إليك النواهي فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر بآية فيها الجنة والذكر الجنة كان يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله جنات النعيم وكذلك حينما كان يمر بآية فيها عذاب أو عيد من الله سبحانه وتعالى كان يستعيز من النار صلى الله عليه وسلم إذن كان النبي صلى الله وسلم يكرأ كراءة الخاشع المتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى فأخي الكريم اجعل نفسك وردا وتدبر هذا القرآن العظيم كذلك من الأمور التي تجعلك سعيدا وهي زيادة الوعي الديني أخي الكريم في ناس في هذه الحياة الدنيا حينما تسأله على أي سؤال في الدنيا يخص أمور الدنيا نجد أنه يعني يبحث فيه ويسمع من هذا ويسمع من هذا وتجد هذا الشخص عنده علم كبير جدا في علوم الدنيا ومهتم جدا ب علوم الدنيا أخي أخي الكريم هذا لا يمنع أن تهتم ب علوم الدنيا ولكن لا تنسى العلوم الدينية ولا تنسى أن تتعلم دينك فاسأل العلماء واسمع للمقاطع الدينية التي تجعل قلبك رقيقا قلبك يشعر بالإيمان والخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى وإذا مرد بمشكلة أو فيه أمر أنت يعني مش قادر توصل ليه فالجأ لهذه المقاطع الدينية واذهب إلى العلماء وتحدث معهم لكي تتعلم أمور دينك فلابد أن تزداد وعيك بالدين بحضور مجالس العلم وسماع الأشرطة والمقاطع وقراءة الكتب الدينية فكن حريص أخ الكريم أن تتعلم دينك فهذا الدين هو الذي إذا طبقت في حياتك الدنيا هو أن جاء لك يوم القيامة وهو الطريق الذي يوصل إلى جنات النعي فلا تكن من هؤلاء الناس الذين يهتمون بأمور الدنيا وانشغلون بأمور الدنيا أكثر ما يهتمون بالأخرة مع أن الأخرة هي خير وأبقى المنع المنع أخي الكريم أن تجمع بين الاثنين ولكن أعطي الأهمية الأكبر والاهتمام الكلي والكبير للاهتمام الديني والاهتمام بأمور الأخيرة لأن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالجنة تحتاج مننا أن نبحث ويزداد عننا الوعي الدين ثم أخي الكريم لكي تكون سعيدا اكرأ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتدبر وإمعان واعلم حينما يدلك النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في هذه الحياة الدنيا اعلم أن الخطاب موجه إليك يعني ما تقول أو ما تقول يعني أن الخطاب مش لي أنا الحمد الله كويس لا حاول أن أن تجعل أن الخطاب يكون لك أنت فحينما تأخذ حديث النبي صلى الله سلم على محمل الجد ومحمل تصديق النبي محمد صلى الله سلم حين إذن وتطبقه في حياتك ستجد السعادة واللزة الكثيرة وتجد أثر هذه الأحاديث في نفسك وعلى مجتمعك وفي أهلك وفي أسرتك لماذا؟ لأنك اقتضيت به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم من الأشياء التي تجعلك سعيدا اتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والامتسال لأوامره والبعد عن ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى واتباع ربنا واتباع مرضات ربنا في كل حركاتك وكل سكناتك في هذه الحياة الدنيا كذلك لكي تكون سعيدا اعمل خطة أسبوعية لتقويت نجده 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 يسعى سعيا كبيرا وراء تحصيل الأموال وراء تحصيل حطام الدنيا الزائل ويخطط خطة أسبوعية وخطة وخطة شهرية الكرام يعني مثلا مؤثر في الصلاة فيحاول أنه يستعين بالناس الصلاحين وأسرته والمنبهات في أنه يضبط صلاته ويحافظ على صلاته جماعة في البيت أو أن إنسان معتعد أنه يصلي في البيت ويقف مع نفس وقفة أنه لا بد أنه يحاول أنه يروح يصلي في المسجد دي تحتاج منك إلى عزيمة وتحتاج منك إلى جهد وتحتاج منك إلى خطة كذلك مثال لو إنسان أو إنسانة أراد أن يختم قراءة المصحف القرآن الكريم فيخطط مثلا أنا في اليوم هقرى جزئين بحيث أنه يجي على آخر الشهر يكون قرأ كل المصحف هذه من الخطط كذلك مثلا خطة أنه يدخل جزء من ماله وينفق به على الفقراء أو المساكين وأن هذا الجزء يعني يجعله شيء أساسي ومهم وضروري أن كل شهر يجب يضع هذا المبلغ إنقل أو زاد لازم يعطيه للفقير والمسكين والمحتاجين واليتامة لكي يبارك الله سبحانه وتعالى في ماله ويزيد ماله وإسعى لكده أحببونا الكرام الخطط الكثير والكثير من التفكير في الخير وفي أعمال الخير وفي فعل الطعاط لكي تستفيد بوقتك وتستفيد بأوقاتك في الخير وفي فعل الخير ولكي تحصد الحسنات أخي الكريم وتعلم أن هذه الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة مزرعة للآخرة بقدر ما تزرع فيها من الحسنات والخيرات بقدر ما تحصد في الآخرة وعلم أخي الكريم أن الدنيا عبارة عن جسر كلنا عبرون من عليه إن أجلا أو عاجلا فنحن راحلون من هذه الحياة الدنيا فاترك أخي الكريم فيه بصمة طيبة وأصر طيب وأعمال صالحة لتكويت الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى وحاول أن تلتزم بهذه الخطة التي تفيدك في حياتك الدنيا وتفيدك في الآخرة وقال الله سبحانه وتعالى والآخرة خير وأفقى فأخي الكريم الآخرة هي التي ثبقى والدنيا مهما طالت فإن كلنا راحلون منها وأعلم أخي الكريم أن السعادة في رضى الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله كل السعادة وكل السرور والخير والفرح في ابتغاء مجدات الله سبحانه وتعالى وفي السير إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الله كل هذا يجعلك لك إنسان سعيدا إنسانا تشعر بأن قلبك مليء بالرضى والسكينة والهدوء وانشراح الصدر ولا ترعل أخي الكريم أختي الكريمة حياتكم تهتم بالدنيا وتملؤون قلبكم بالدنيا وتتركون أمور الآخرة ولكن اجعل للآخرة قدرا كبيرا من الاهتمام لا نقول لك لا أترك الدنيا ولكن اعمل واكتهد وعمر الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى جعلك خليفة في هذه الأرض لعمارة الكون ولكن أخي الكريم ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فهكذا حال المؤمن تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه نسأل صحة على أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين أحبابي الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات طبط مطابط أوقاتكم وغفر الله لي ولكم هذا وإن كان فيه خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات نسعد بهذه التعليقات أحبابي الكرام نترككم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر